بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملأ السماء والأرض وملأ ما شاء من شيء بعد أحمده حق حمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه بعثه الله بين يدي الساعة بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة حتى تركها على محجَّةٍ بيضاء سبيلٍ بيِّنٍ قويم لا لبس فيه ولا غبش لا يزيغ عنه إلا هالك فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتَّبع سُنَّةه واقتفَ أثرَه بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فإن نعمة الله عز وجل على البشرية ببعثة سيِّد البريَّة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نعمةٌ عُظمى منَّ الله تعالى بها على الناس عربهم وعجمهم بل على الإنس والجن فقد بعثه الله تعالى رحمة للعالمين كما قال جلَّ في علاه وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور وهداهم به صلوات الله وسلامه عليه الصراط المستقيم والطريق القويم كما قال جلَّ في علاه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فالله عز وجل منَّ على هذه الأمة بل على الإنس والجن بهذه الرسالة التي تدلُّهم على الهُدى وتخرُجُ بهم من كل سُبُل الردى تُجنِّبُهم الضلالات وتهديهم طرق الهدايات فالقرآن وهو أصل الرسالة يقول الله فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوَم أي السبيل القويم والصراط المستقيم الذي به يُدرِكُ الناس سعادة الدنيا وفوز الآخرة وقد ميَّز الله تعالى هذه الرسالة بميزةٍ عُظمى وسمةٍ كُبرى جمعت لها الفضائل وحوَت لها كل الخيرات وجنَّبتها أنواع الضلالات في كل الطرق التي يسلُكُها الناس في الوصول إلى الله عز وجل إنها سمة السماحة واليُسر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وغيره بإسنادٍ جيد من حديث عائشة إنما بُعِثتُ بالحنيفية السمحة هكذا يُخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما بعثه الله تعالى به من الهدى ودين الحق بالحنيفية وهي ما يُصلح القلوب بالتوحيد والإخلاص والسمحة وهو ما يتعلَّق بالأعمال فإن هذه الشريعة جاءت بالسماحة واليُسر ورفع الحرج ودفع الضر عن الخلق بما لا يلحقهم فيه مشقةٌ ولا عنَت بل قد قال الله جل وعلا في وصف رسوله لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم عزيزٌ عليه ما عنِدتم أن يشق عليه كل ما تلحقكم به مشقةٌ أو حرج عزيزٌ عليه ما عنِدتم حريصٌ عليكم بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم هكذا هي رسالته صلوات الله وسلامه عليه كمالٌ في الباطن بالتوحيد والإخلاص وكمالٌ في الظاهر بالسماحة واليُسر والبُعد عن كل ما يلحق الناس فيه مشقةٌ وعُسرٌ وعنت بل رفع الله تعالى عن هذه الأمة كل حرج في دينها وعبادتهم ما جعل الله عليكم في الدين من حرج فليس في الدين وهو ما يُتعبَّد به ربُّ العالمين جل في علاه ليس في دين رب العالمين حرجٌ ولا مشقة يشقُّ على الناس أو يُوقِعُهم فيما تضيقُ به أحوالهم بل هذا الدين سماحةٌ ويُسر فلما كان هذا الدين على هذا النحو من الكمال فيما جاء به من العقائد وفيما جاء به من الأحكام والأعمال فيما جاء به من أعمال القلوب وفيما جاء به من أعمال الجوارح على هذا النحو التام المُتقن الكامل فيما يتعلق بتوازنه وإعطائه الحقوق لكل ذي حقٍ وصاحب جانبٍ من الجوانب التي يُعتنى بها فإن الله عز وجل جعله ديناً قيماً صراطاً مستقيمة والصراط المستقيم هو الصراط الخارج عن كل الانحرافات في يمنةٍ أو يسرة في غلوٍ أو جفاء في زيادةٍ أو نقص فيما يتعلق بالعقائد وفيما يتعلق بالأعمال قال الله جل وعلا في بيان ما جاء به رسوله صلوات الله وسلامه عليه وإنك لتهدي إلى صراطٍ أي طريق مستقيم وقد بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمثال كما جاء في المسند بإسنادٍ جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خط خطاً وخط في جانب هذا الخط خطوطاً عن يمينه وعن يساره ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله مستقيماً أي هذا الطريق الذي يصل به المؤمن إلى الله عز وجل مستقيماً عن كلٍ حرافٍ وضلال وعن كل ميلٍ وحنفٍ أو جنف ثم قال صلى الله عليه وسلم في الخطوط التي على جنبتي هذا الخط المستقيم وهذه السبل على رأس كل سبيلٍ منها شيطان فمن سلك هذه السبل خرج عن الصراط المستقيم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك للأمة طريقًا يوصل إلى الله إلا بيّنه لها ولم يترك طريقًا يحذّرهم به من الضلال ويقعهم فيه بالشرور والفساد إلا حذّرهم منه حتى جاءت الشريعة على هذا الإتقان في عقائدها وأعمالها فهي كاملة رضيها ربنا لنا كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إنه كامل لا يحتاج إلى تكميل إنه مرضي فلا يحتاج إلى زيادة بل كل زيادةٍ عما جاء به أو خروجٍ عما دل عليه ما كان عليه دين رب العالمين الذي جاء به سيد المرسلين فإنه انحرافٌ وضلال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وإن السمة التي ينبغي أن يستحضرها المؤمن في كل ما جاءت به الشريعة أنها شريعة اعتدالٍ ووسط قال الله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمةً وسطا لتكونوا شهداء على الناس نعم هذه الأمة أمة وسط والوسطية هنا لا تتعلق بجانب من جوانب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل هي في كل ما جاء به وليس المقصود بالتوسط فقط أنها بين شيئين بل إن الوسطية التي وصف الله تعالى بها ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من سمات أمته التي رباها وعلمها وزكاها فأخرجها للناس على أكمل ما تكون الأمم وعلى أحسن ما يرجى في أحوال الأمم والناس هي وسطية خيار، فضل، علو، سمو، اعتدال، عدالة وذلك أن الله جل وعلا جعل هذه الأمة شهد على الأمم كلها وهذا لا يتحقق بالنسبة فقط بل إنما يتحقق بالإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته والعمل بهديه فليست مجرد النسبة كافية لتحقيق هذه الوسطية التي هي العدل الخيار ولا لتحقيق هذا الفضل الذي هو السبق والسمو على كافة الأمم إنما ذلك لا يكون إلا باعتقاد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك ما كان عليه من عمل وهدي صلوات الله وسلام عليه أيها الإخوة إن وسطية الأمة التي ذكرها الله عز وجل في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة هي سبيل الشهادة وهي السبب الذي بوى أمة الإسلام أن تكون شاهدة على أمم الدنيا كلها فشهادتها هي بسبب وسطيتها ووسطيتها هو اعتدالها هو استقامتها هو عدم غلوها في جانب ونقصها لجانب بل هي عدل خيار في كل ما جاءت به الشريعة وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا عنه وأخذوا منه صلوات الله وسلام عليه فتح الله على قلوبه وساروا على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عمله فبلغوا الذروة في الخيرية حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيهم بل قال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إن الخيرية التي تبوأها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن لأجل أنهم شاهدوه أو أنهم عاصره فقط بل هذا جانب من جوانب الخيرية لكن ثم تمعاني أخرى كانت سبباً لخيريتهم وسبقهم لجميع طبقات الأمة وقرونها أنهم كانوا على أكمل ما يكون وسطية في اعتقادهم ووسطية في عملهم وقد بيّن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وحاله وسره وإعلانه وسائر أحواله كيف يحققون الوسطية التي يتبوؤون بها ذر المجد ويسبقون بها سائر الأمم وسائر الناس ولذلك كانوا خير القرون وهذا لا يعني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم ما يمكن أن يكون من البشر من الخطأ بل هم كغيرهم رضي الله تعالى عنهم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم خطأ لكنهم أقل الأمة خطأاً وأكثرها صواباً وأبرها قلوباً وأقومها سبيلاً وأعدلها حكماً وأعلمها بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فالوسطية فيهم رضي الله تعالى عنهم باديه ظاهرة قائمة معالمها منشورة راياتها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومما ينبغي أن يعلم أن الخروج عن طريقهم هو وقوع في انحراف وضلال ولذلك الميزان الذي يوزن به الإنسان من حيث قربه للحق وبعده عنه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله تعالى عنهم لأن الصحابة أعلموا الناس بكلام الله وأعلموا الناس بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتقنوا الناس قياماً بهذه الشريعة فكانوا على ذلك النحو البديع من الجمع بين العقيدة الصحيحة والعمل السليم الصحيح والموازنة التي حققت الوسطية ففاقوا الناس وعلوا على كل من حاربهم أو خاصمهم أو عاندهم رضي الله تعالى عنهم إن وسطية الأمة ضمانة لبقاء الحق ناصعاً فبقدر ما تحققوا طبقات الأمة وقرونها هذه الوسطية التي ذكرها الله عز وجل في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة بقدر ما تحقق الأمة السبق والعلو وإن الخروج عن هذه الوسطية التي ذكرها الله عز وجل لهذه الأمة كان في ما جرى من تاريخ الأمة باكراً بل بذوره كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد حذر منه وبيّن خطورته سواء كان ذلك في العقائد أو كان ذلك في الأعمال فإن الغلو ظهرت بوادره زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حذر منه صلى الله عليه وسلم تحذيراً بيّناً فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين ولهذا بقدر ما نحقق من الوسطية نحاصر كل المناهج الضالة المنحرفة الخارج عن السراط المستقيم فبقدر قيامنا أفراداً وجماعات بسنات الوسطية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم تلغى كل الانحرافات ولذلك تسلم الأمة من الهلاك وتتبوأ المجد والشهادة للأمم بتحقيقها للوسطية التي بوّأها الله تعالى إياها وبيّن سبولها وسهل حصولها بسلوك صراط الله المستقيم والسير على منهج رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه إن بذور التطرف والانحراف بالغلو والزيادة كانت قائمة في زمنه سواء كان ذلك في الاعتقاد أو كان ذلك في العمل ولنقف على هذه البذرة وموقف رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فيما جاء في الصحيح من أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم على جماعة من حديث العهد بالإسلام أراد أن يتألفهم بها وأراد أن يقربهم وأن يثبتهم فجاءه رجل يزعم فيما يرى من نفسه أنه أعلم بالعدل والحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم غلى عنده المطالبة بالعدل زاد عنده الأمر حتى قال للنبي محمد أعدل الناس وأرحمهم وأكملهم إيماناً وأخشاهم لله عز وجل وأقومهم بطاعته قال اعدل يا محمد اعدل يا محمد يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العدل في القسمة فقال ألا تأمنوني هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يعني كيف لا تأمنوني على قسمة بعض المال بينكم وفق ما أراني الله وهداني إليه ودلني عليه والله قد أمنني على ما هو أعظم من المال أمنه على عقائد الناس وأديانهم أمنه على الوحي الذي أنزله عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فعقب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاعتراض الغالي المتطرف ببيان بطلانه من أصله وأن الفساد ناتج عن سوء اعتقاد وسوء ظن بالله عز وجل إذ إن الانحراف بالغلو والزيادة على المطلوب في الشريعة والدين سواء في العقائد أو الأعمال إنما هو عن سوء ظن بالله وفشل في معرفة دين الله الذي جعله قيما وسطا صراطا مستقيما فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء في رواية قال من يعدل إن لم أعدل ثم ول الرجل ولم يقبل ذلك بصدر منشرح فقال النبي صلى الله عليه وسلم واستمع إلى هذا التنبيه الذي عالج فيه النبي صلى الله عليه وسلم الغلو والتطرف من أوائل بذوره وفي أوائل أواني ظهوره حيث قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئي هذا يعني من عقبه والمقصود بالعقب هنا العقب الفكري والاعتقادي وليس فقط العقب النسلي والنسب من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان هذه الجملة النبوية التي شخصت الداء وكشبت معالمه جملة في غاية الدقة بيّنت الانحراف في الاعتقاد وما يتبعه من الانحراف في العمل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء ليس عندهم قصور في جانب التعبد بل لهم نشاط في القراءة والصلاة قد لا يكون عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم لكن تلك القراءة وتلك الصلاة لم يبلغ أثرها ولم يتجاوز ثمرها إلى صلاح القلب وإقامته وتزكيته وتهذيبه بل كان في الظاهر غيب عنه الباطن ولذلك قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فهم يقرؤون القرآن ويستدلون به ويعرضون الناس به لكن لا يجاوز حناجرهم أي لا يصل إلى قلوبهم ثقها وتأثيرا فقلوبهم معزولة عن القرآن فهما وعن القرآن تأثرا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أي لا يتعدى أثره وثمره إلى ما وراء تلاوة ألفاظه فهم معزولون عن فهم معانيه محجوبون عن إدراك أثره في قلوبهم إصلاحا وتزكية ولهذا لما غاب أثر القرآن فهما وعلما عن هؤلاء نتج عنه سوء العمل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان فينزلون الآيات على غير أهلها وفي غير مواضعها كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في الخوارج الذين غابت عنهم الوسطية منذ ذلك الزمان فخرجوا على أصحاب رسول الله بالتكفير والقتل وعلى الأمة بالأذى والتسلط قال رضي الله تعالى عنه عن أولئك أولئك قوم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها في أهل الإيمان هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناشرهم أي يقرؤونه دون أن يفهموه يقرؤونه دون أن يعلموا ما فيه من معاني وحكم وأحكام إنما قراءة نفظ فينزلونها في غير موضعها وهذا الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالعدل أعمل النصوص التي أمر الله تعالى فيها بالعدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتأيذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فهذا جاء يأمر بما أبر الله تعالى به لكنه في غير موضعه حيث 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 أنه أمر بذلك من هو أعدل الناس حكما وأقومهم سبيلا وأزكاهم طريقة وأبعدهم عن الشبهة وأبعدهم عن أن يتكلم أو أن يحكم بغير حق ولا هدى وهذا هو الذي جعله يتكلم بما تكلم به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالعدل وهو أعدل الناس صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعدل إلا أعدل ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء إذن الانحراف في الغلو يبدأ أولا بانحراف في الاعتقاد يتبعه انحراف في العمل وإليك هذا الشهد الآخر وهو في الصحيحين من حديث أنس أن نفر ثلاث جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عمله صلى الله عليه وسلم كيف صلاته كيف صومه كيف طاعته كيف عبادته فأخبروا بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من عمل وطاعة وعبادة هؤلاء رأوا أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم دون ما توقعوه من العمل الذي ظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فتقالوا عمله أي رأوه قليلا فقال أحدهم أما أنا فأصم ولا أفطر وقال الآخر أما أنا فأصلي ولا أنام وأما الآخر الثالث قال لا أتزوج النساء فاثنان منهما طلب الزيادة في العبادة على ما كان عليه عمله صلى الله عليه وسلم مهديه والآخر طلب التخفف والكف عن متع الدنيا التي فطر الله تعالى الناس على طلبها وجعلها سبيلا لتحصيل الأجر والثواب حيث قال صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة هؤلاء جهلوا حقيقة الشريعة وما تطلبه من الناس من الموازنة بين إعطاء الله حقه وتلبية ما فطر الله تعالى عليه الناس من حوائج طبيعية ومتطلبات فطرية لا يمكن أن تستقيم حياتهم ولا أن تطيب معاشهم دونها بل هم مأجورون إذا احتسبوا الأجر في تلك المفطورات الطبيعية وفي بضع أحدكم صدقة قالوا أيأتي أحدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها أجر قال نعم أرأيتم إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فهؤلاء اختل عندهم الميزان وزادوا في طلب التنزه عن الأمور المفطورة وطلب التكثر من الطاعات فجاءهم جواب سيد الوراء لما أخبر عن مقالتهم فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أما إني أصوم وأفتر وأصلي وأنام وأتزوج النساء ثم قال صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بعد أن بيّن سبيله وطريقه وأنه أكمل الطرق الموصلة إلى الله قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي أي فمن خرج عن سبيلي وطريقي وهدي الذي أنا عليه فليس مني أي فهو خارج عن تبعيتي وعن ما أنا عليه من هدي وعمل أيها الإخوة هكذا عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم بذور التطرف وبذور الغلو في أوائل ظهورها زمانه صلى الله عليه وسلم وكان ذلك بمناسبة في الموقفين أما الموقف الأول فقوله للرجل الذي قال له اعدل يا محمد قال من يعدل إن لم يعدل ثم بيّن سبب الانحراف ومن الذي ينتج عن هذا الانحراف الاعتقادي من انحرافات عملية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وفي الحديث الآخر بيّن صلى الله عليه وسلم خطأ أولئك حيث طلبوا كمالاً في العبادة والطاعة زائداً على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم فكان فكانت معالجته صلى الله عليه وسلم ومواجهة لهذا الانحراف على هذا النحو من المعالجة لأخطاء وقع في هؤلئك فبادر إلى تقويمها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتصر في معالجة ذلك على ردات الفعل لأخطاء وقعت من أناس بل بادر صلى الله عليه وسلم عليه لبيان خطورة ذلك بما أوحاه الله تعالى إليه فقال الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق فنهى الله تعالى أهل الكتاب وهو نهي لنا نحن أهل الإسلام أن نغلوا في الدين أي أن نزيد فيه ما ليس من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحتى نخرج من أذواق الناس وأرائهم في تحديد أن هذا تشدد أو أن هذا غلو أو أن ذلك تساهل أو أن ذلك ليس وسطية المرجع والميزان في الحكم على الأقوال والعقائد والأعمال والأحوال والأشخاص هو كتاب الله وسنة رسوله لكن ليس من أولئك الذين لا علم لهم بمعاني كلام الله ولا فهم لهم ولا فهم عندهم لمقاصد رسول الله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بل لا بد أن يكون ذلك على وفق فهم السلف الصالح على وفق فهم من أدرك معاني كلام الله وفهم مقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبهذين الأمرين يتحقق للإنسان السلامة من الانحراف يتحقق له تتحقق له الوسطية يتحقق له الأمن من الغلو ومما يقابله من الجفاء من الزيادة ومما يقابله من النقص فإن الشريعة جاءت وسطاً بين هؤلاء وأولئك بين من زاد وغلى وبين من نقص فجفى فكلاهما خارج عن الصراط المستقيم لكن أيهما أخطر على الأمة لا شك أن خطر الغلو أعظم من خطر النقص لماذا؟ لأن الغلو يراه أصحابه ديناً يتقربون به إلى الله فالذي جاء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد جاء آمراً بالمعروف نهياً عن المنكر متعبداً لله بهذا الأمر وذلك النهي فيرى نفسه في منزلة من القيام بالحق أعلى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كانت خطورة هؤلاء أعظم من خطورة الذين يميلون ويجرحون إلى النقص والتقصير فإنهم يقرون في أنفسهم أنهم على ضعف في دينهم وتفريط في حق ربهم بخلاف أولئك الذين يرون أنهم على منزلة من الاستقامة والطاعة والثبات في الدين والقيام به ما يؤهلهم أن يكونوا حكاماً على الناس في عقائدهم فيكفرون ويقتلون بناءً على ما قام في قلوبهم من ظن خاطئ ووهم لإعتقاد ظنوا أنه دين الله وليس بدين الله إنما أتوا من عدم ثقههم وفهمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة إن النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى معالجة الغلو في أكبر مجمع جمع الناس وهو في حجة الوداع ففي رمي الجمرات لما جمع له حصن يرمي بها الجمرات رفعها صلى الله عليه وسلم وهو بين الناس فقال بمثل هذه فرموا ثم قال إيا وإياكم والغلو وإياكم والغلو وإياكم والغلو فكرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من الغلو وهو الزيادة في هذا العمل وهو رمي الجمار بطلب زيادة في حجم الحصن المرمي على هذا النحو من التكرار المؤكد لضرورة العناية بمجافات الغلو والبعدعان ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين ما الذي يقول إليه حال الغالين فقال فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين فالغلو والتطرف إذا شع في أمة كان من موجبات هلاكها وكان مؤذنا بحصول العقوبة للأفراد والجماعات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون فالمتنطعون وهم أهل التشدد الذين يطلبون في العقائد والأعمال ما لم يأذن به الله ويطلبون الزيادة في دين الله ما لم يشرع عقيدة وعمل هؤلاء هلكون في أنفسهم وهم سبب لهلاك أممهم ومجتمعاتهم إذا شع قولهم أيها الإخوة إن أبرز الأمم الغالية إن أبرز الطوائف الغالية على تاريخ الأمة منذ نشأتها إلى يومنا هذا هم الخوارج والخوارج هم الذين خرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصراطه المستقيم من الاعتدال والوسطية التي كان عليها صلى الله عليه وسلم في قوله وعمله واعتقاده وإن هؤلاء لم يقتصر شرهم على طبقة من طبقات الأمة بل كان شرهم أولا واقع في الأمة ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم طريقهم وبين خطورة سبيلهم فلم يأتي في طائفة من الطوائف ولا في جماعة من الجماعات المنحرفة الخارجة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة كما جاء في شأن الخوارج فإنه قد ثبت التحذير منهم وبيان خطورتهم منذ ذلك الوقت بقوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فكان تحذيره منهم مبكرا صلى الله عليه وسلم وسابقا لتحذيره من كل الفرق الضالة التي تشققت وتشرذمت وخرجت عن كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه سلف الأمة وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريق المواجهة بإقامة الحجة وبيان الهدي الذي يستقيم به عمل الناس واعتقادهم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة أولئك ببيان أوصافهم بأنهم يقرؤون القرآن وأنهم يتعبدون لكنهم سفهاء الأحلام لا عقول لهم فهم فاقدون للرشد وأنهم حدثاء الأسنان ليس عندهم تجربة ولا معرفة يستطيعون من خلالها معرفة الحق والعمل به ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مواجهة التطرف ومن طرق قطع شره في الأمة أن يقتل أولئك الذين بلغ بهم التطرف أن يتسلط على أهل الإسلام بالقتل والاعتداء كما هو حال أولئك الذين يفجرون في أمم الإسلام أو الذين يقتلون أو الذين يستبيحون الدماء أو الذين يستحلون الحرومات ويستبيحون الأموال ويكفرون المجتمعات ويكفرون الحكام ويكفرون عموم الأمة هؤلاء قال فيهم صلى الله عليه وسلم لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَعَادْ أي قتلاً عامًا يستأصل شأفتهم والسبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى هذه المعالجة عند استفحال الأمر وظهور شر هؤلاء أنه لا سبيل لوقاية الأمة من شر هؤلاء إلا بالقتل وقاعدة الشريعة التي يجري عليها كل أحكام دين الله عز وجل وكل ما جاء به ما حفظ من العقوبات الشرعية أنه ما لا يمكن توقي شر والسلامة من ضر إلا بالقتل فعقوبة الشريعة فيه القتل ومنه ما جاء في ما رواه مسلم من حديث سعد بن عرفج رضي الله تعالى عن من حديث سعد بن عرفج رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائناً من كان فالأمة جاءت بالاجتماع والشريعة جاءت بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله والشريعة جاءت بتحصيل المصالح ونبذ الفرقة وذنب التفرق فكل من سعى في الأمة تفريقاً أو تشقيقاً أو شرذمةً أو نزاعاً أو فساداً فإنه مخالف لما جاء به شرع رب العالمين وعلاجه إذا لم يمكن توقي شره والبعد عن ضر إلا بالقتل فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوه كائناً من كان وهذا متسق مع معالجته صلى الله عليه وسلم ومواجهته لأهل التطرف الذين ذكرهم حيث قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَعَاتِ ولم يفرح الصحابة بقتال فئة تنتسب إلى الإسلام كفرحهم بقتال علي رضي الله تعالى عنه للخوارج الذين خرجوا عليه فكفروه وكفروا من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا الفريق الثاني الذين كانوا ضده رضي الله تعالى عنه فكفروا عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرح الصحابة في قتال حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمة كفرحهم بهذا القتال الذي أجمعت الأمة على أنه من مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأنه امتثال لما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من قتال هؤلاء المتطرفين الذين سعوا في الأمة تفريقا استنادا إلى غلوهم في الاعتقاد فأثمر عنه سوء عملهم وفساد حالهم أسأل الله العظيم أن يدفع للأمة شر هؤلاء وأن يبصرنا بمواطن الحق والهدى وإنه مما ينبغي أن يدركه الناس أن أهل الغلو يستدلون بأدلة في كتاب الله ويستدلون بنصوص من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وقد يجمعون إلى ذلك استشهادات بكلام أئمة وعلمة من الصحابة والتابعين أو من من جاء بعدهم ومن من تبعهم بإحسان كلا أئمة الأربعة أو غيرهم من علماء الإسلام في طبقات الأمة كلها لكنهم يضعون كلام أولئك في غير موضعه وينزلونه على غير أهله فلذلك لا يهولنكم ولا يعمين الإنسان عن معرفة ضلال هؤلاء بما يسوقونه من الأدلة بل يجب عليه أن يراجع فيما أشكل عليه من استشهاداتهم واستدلالاتهم أهل العلم ذوي البصائر الذين شهدت لهم الأمة بالوسطية والذين تلقوا هذا العلم كابراً عن كابر فإن هذا العلم يؤخذ من أهله الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلث عدوله وهم أهل العلم الذين تلقوه ممن قبلهم وساروا فيه على نحو ما سار عليه أولئك الأوائل فهم على طريق الكتاب والسنة وفهم سلث الأمة لم يحدث خروجاً عن ذلك باعتقاد ولا انحراف ولم يحدث انحرافاً عن ذلك بعمل ولهذا بعض الناس يقول كيف أميز الحق من الباطل وهؤلاء يستدلون بأدلة واذكونوا استشهادات من كلام الأئمة فأقول لهؤلاء طريق السلامة من هذه التضليلات وتلك الانحرافات أن ترجع إلى أهل العلم الذين أمرك الله تعالى بالرجوع إليهم في قولي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وليعلم أيها الإخوة أنه عبر التاريخ منذ ظهور أولئك المتطرفين إلى زماننا المعاصر الذي انتشرت فيه جماعات متطرفة تستحل دماء المسلمين وتسعى فيهم بالفساد من الدواعش والقواعد وغيرهم من أهل الضلال والانحراف كل أولئك لا يعرف فيهم من هو من أهل العلم والبصيرة ومن أهل الدين والتقى والصلاح إنما هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثئان وشرهم على الأمة عظيم مستطير لهذا جدير بالمؤمن أن يعي هذه الصفات وأن يتجنب هذه الأقوال والانحرافات وأن يأرز إلى حصن مكين من كلام الله وكلام رسوله وأن يرجع إلى الكتاب والسنة وعلماء الأمة الذين عنهم يصدر أهل التقى والصلاح كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل القرآن الذين علموا كتاب الله عز وجل وفهموه وأتقنوا أحكاما وعرفوا ما فيه فليسوا أهل تلاوة مجرد عن أن يفهموا المعاني كما قال صلى الله عليه وسلم في وصف أولئك أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ويفزع المؤمن في مواجهة التطرف وأهله إلى الله عز وجل بالدعاء أن يسلمه الله من ضلالاتهم وانحرافاتهم فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الممدود بالوحي من السماء كان يفتتح صلاته بقوله اللهم فاطر السماوات صلاة الليل كان يفتتح صلاة الليل بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم كما أن كل مؤمن من ذكر أو أنثى صغير أو كبير مأمور بدعاء الله الهداية إلى الصراط المستقيم لأن الهداية إلى الصراط المستقيم هي الوسطية التي يدرك بها الإنسان الخيرية المذكورة في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهي التي يدرك بها الوسطية المذكورة في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس فإن الشهادة على الناس في دقيق الأمر لا يقبل فيها إلا العدول الخيار فكيف بالشهادة عليهم في عقائدهم وأديانهم وصلاحهم واستقامتهم وانحرافهم وفسادهم لا يقبل ذلك إلا ممن كمل علمه واستقامت حاله بلزوم الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه سلف الأمة القائمون بالحق العاملون به الدعون إليه المستبصرون به بهذا يتحقق لك السلام من هذه الانحرافات فافزع إلى الله وتذكر وأنت تصلي في كل صلاة من صلواتك إماما أو مأموما أو في جماعة أو منفرد عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تذكر أنك تسأل الله أن يقيك كل الانحرافات في العقائد والأعمال فإن الصراط المستقيم هو الطريق القويم الذي تسلم به من كل الانحرافات ولتأكيد هذا المعنى ختم الله هذا الدعاء لطلب السلامة من انحرافين من انحراف الظالين ومن انحراف المغضوب عليهم الظالون هم الذين لا علم لهم ولا دراية عندهم فهم يعملون بلا علم والمغضوب عليهم هم أولئك الذين علموا الحق لكنهم تركوه وعرفوا السبيل الموصل إلى الله لكنهم غادروه ولم يعملوا به فسأل الله صادقا عندما تصلي وعندما تقرأ هذه السورة التي فرض الله قراءتها على كل مصل أنك تسأل الله أن يحميك من كل الظلالات قلوبنا يا إخواني ضعيفة والشبه خطافة وأصحاب الظلال يزينون فإن لم نستع إلى الله بصدق أن يحمينا من هذه الانحرافات فلا تأمل على نفسك الوقوع في شيء منها فإن الله عز وجل قد قال في الحديث الإلهي يا عبادي كلكم ضالوا إلا إيش إلا من هديته فاستهدوني أي أطلبوا الهداية مني أهدكم أي أدلكم وأوفقكم إلى الصراط المستقيم الذي تخرجون به من كل الانحرافات والظلالات هكذا تنال الوسطية هذه المنزلة العليا إذا استقمت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه وسرت على ما بيّنه أهل العلم الأثبات الذين زكتهم الأمة وعرفت سيرتهم وشابت رؤوسهم في بيان الحق والدعوة إليه ونشر الهدى بين الناس وإياك وأولئك المبهرجين إياك وأولئك المضللين الذين يسوقون الآيات أو الأحاديث لتفريق الأمة وتمزيقها أو لتكفير الأمة على وجه العموم أو لاستباحة دمائهم واستحلال حرماتهم فإن أولئك هم الذين حذرك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله يخرج من ضئضه هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم ومن المهم أن نشيع بين أبنائنا وأهلينا وسائر من نخالط من أصحابنا ضرورة العناية بفهم كلام الله وكلام رسوله وضرورة العناية باستماعات العامة للشريعة وأن الانحراف عن هذه الشريعة هو من الصد عن سبيل الله فالغلو من أعظم ما يصد الناس عن الحق والهدى ولذلك يفرح به أعداء الله لأنه يصد الناس عن هذا النور القويم وهذا النور المبين وهذا الهدى المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولئك الغلاه وما نشهده اليوم من أعمالهم من تسلط على أهل الإسلام وزعزعة لأمنهم وتخطيط لإفساد مجتمعاتهم ومنابذة حكامهم وتفجير في بلدان أهل الإسلام والتخطيط لذلك كل هذا مما شوها الإسلام في أعين الناس وصد كثيرا من الناس عن دين رب العالمين فالغلو خطورته لا تقتصر فقط على الواقع فيه بل خطره يتجاوز ذلك إلى الأمة ويتجاوز ذلك إلى الناس كلهم فيصدهم عن سبيل الله لذلك يجب على أهل الإسلام أن يتكاتفوا وأن يكونوا يدا واحدا في صد ضلال هؤلاء المتطرفين وهؤلاء المفسدين الذين يسعون في الأرض فسادا ولا يصلحون وإن زعموا أنهم ينصرون الدين وإن زعموا أنهم ينصرون الإسلام فهم أعداؤه وهم من يسعى إلى تمكين أعداء الإسلام من المسلمين وسبيل الخروج من ذلك بلزوم جماعة المسلمين والتكاتف على الحق والهدى والرجوع إلى أهل العلم والحذر من التورط في سبل الضلالة والردى والاجتماع على كلمة الحق ولزوم ولاة أمر المسلمين فإن ذلك مما يقل إنسان الشرور والانحرافات والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويقول جل في علاه واعتصموا بحمل الله جميعا ولا تفرقوا وهذه وصية الله للأولين والآخرين كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحى والذي أوحينا إليه ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ثم قال ولا تتفرقوا فيه فمن يتوهم أنه لا قيامة للدين إلا بالتفرق ولا قيامة للأمر بالمعروف والنهي على المنكر إلا بالتشغيب على ولاة الأمر والخروج عن الطاعة وتفريق مجتمعات المسلمين فهو واهم ضال قد أضاع الحق وأصيب من قبل جهله بالهدى وعدم معرفته بسنن سيد الورى صلوات الله وسلامه عليه أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير أن يصبح قلوبنا اللهم خذ بقلوبنا إلى ما تحب وترضى واصرف عنا السوء والفحشة اللهم أهد قلوبنا إلى ما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم سددنا في الأقوال والأعمال اللهم سددنا في الأقوال والأعمال اللهم سددنا في الأقوال والأعمال في السر والعالة يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا والإخوان للذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ربنا في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أوفق ولا تأمورنا إلى ما تحب وترضى خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى أعنهم وسددهم في الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام اللهم من أراد الحق فضل عنه فرده إلى الحق ردًا جميلًا يا رب العالمين اللهم من سعى في الأمة فسادًا وشقاقًا وفرقةً وضرًّا اللهم فكف المسلمين شرًّا ورد كيده في نحره وأعذ المسلمين من كيده ومكره اللهم إننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والرشاد والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يكون لنا من الخاسرين اللهم صلِّ على محمد اللهم صلِّ على محمد اللهم صلِّ على محمد اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مشيد وكذلك جعلناكم أمةً وسطًا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا